اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة القادمة من كل ربوع الأرض مع المهنيين والمختصين نناقش في هذه الحلقة ما بعد رفع التجميد عن القروض الاستهلاكية مشاهدين الكرام طبت اوقاتكم واهلا بكم في برنامج قضايا اقتصادية نقدم لكم من قناة تزاير نبحثوا قضية الأسبوع مع ضيوفنا الكرام السيد عبد المالك بن حمادي الرئيس المدير العام لمجمع كوندور مرحبا بك سيدا أسعد باستضافة كذلك سيدا نيندا سعد العودة المستشارة القانونية والمحامية والقاضية السابقة والناطقة باسم جمعية نساء الأعمال في الجزائر مرحبا بك سيدا أستضيف كذلك دكتور محمد حميدوش الخبير المالي والمستشار الاقتصادي الغائب عن الأسبوع القادم قبل بداية النقاش نتوقف عند هذا التقرير ثم نعود بتباين كبير استقبل الجزائريون قرار الحكومة يعادة العمل بالقروض الاستهلاكية الموجهة أساسا للمنتوج الوطنية فكل السنوات التي سبقت تفعيل هذه الآلية لم تترك أثارا إيجابيا لدى المستهلك المشكك أصلا في نجاعة السلعة المصنعة محليا عودة القرد الاستهلاكية هي حاجة مليحة صرتو كي تكون من البنوكتا وعنا كنت مدابيا استعملها بس كحاجة تفيدني تعاونني فمع الباليش أنا صرتو كرار سياخدوك واحد مواطن باسط يخص لتملايين ونصف شهر والأربع ملايين ما قدش يشير كروسة تاع مليون دينار سيغل لازم لو عفسها داكو شهر يحتمل اليوم مليون ومئتين تساعدوكو وطمان بدوكو لسفيني سي سي سيتي وطمان بدوكو شهر يحتمل يستفيد ما كاش دراهم بشي فاش نفعل مكي عندو صامي يوم بشي كوزينة عمر كوزينة فريجيدة ما كاش كيفاش وتبقى التجهيزات الكهر منزلية الأكثر استقطابا لاهتمام الجزائريين لكن التوجس يطرح على مستوى آخر طالما أثار الجدل في مثل هذه النوع من القروض فالإسقاط الديني يفرض نفسه بقوة لدى غالبية المواطنين المحتمين لا لا لديك أصبحت الأمور لأن لديك المقضة بل اطرق أو الملحة لديك أصبحت الأمور ما تحتاج الأمور بالمقضة يعني مليح ولا ماشي مليح. اكزاكتما بلزنتري بلزنتري وزيت بزيادة ما ما ينفعش. أنا بول ما ما ينفعنيش. بسي يتان كريدي ونقول لك التخو اللي جاي فلصالير عهنا رمبورسما إلي انارم. دونك أنا درتو وعاما بعد بعد تونوبيل. بعد تونوبيل ما لفى ورجعت رجعت الدين تاعي وما زج كادرت كريدي تان تونوبيل. وباختلاف هذه الاراء تبدل حكومة إصرارا على تسريع وطيرة تطبيق الصيغة الجديدة من القرض الاستهلاكي. الوضع على المقرد على المقرد على المقرد. سيكون اطلقا كما اخبرتكم لك من المرة بعد التنوبيل العام. سيكون اضع وضع مقرد على المقرد. وعلى الطريقة التي اختفت بها القروض الاستهلاكية قبل سبع سنوات يترك قرار تفعيلها مزيدا من الجدل ويغذي مصحات واسعة من الفتاوى القانونية والشرعية. لكنه تجاذب لا يمنع سريانها خلال القريب العاجل. مرحبا مجددا نبدأ معك سيد بن حمادي. سؤال مباشر هل القروض الاستهلاكية يعني راح دعم المؤسسة الجزائرية أم لا؟ نعم راح تدعم المؤسسة الجزائرية لأنها راح ترفع الطالبة للمنتجات ولهذا المؤسسة تكون مطلوبة بس تستثمر أكثر وبس تخلق مناصب الشغل أكثر. كذلك؟ كذلك يعني هي في الحقيقة كان نقدر نقوله كان ربع نقاط إيجابية فيما يخص الموضوع هذا. وممكن نقطة واحدة سلبية ممكن لأستاذن بعدي ساحني إذا كان نتكلم عليه ولا بعد. نتكلم عليه نتكلم عليه سيد بن حمادي. إذن نقلت لك فيما يخص المناسبة راح يكون ارتفاع في مناصب الشغل. ارتفاع في الاستثمار ارتفاع في مستوى المعيشة ووضوح الرؤية بالنسبة للمنتجين. يعني المنتج يقدر يستثمر وما يخافش لأنه هناك طلب. كان كذلك ارتفاع مناصب الشغل في البنوك لأن البنوك تكون مضطرة باش توظف الشباب باش يقوموا بالعملية هذه. وكان جانب آخر نقدر نقوله اجتماعي أن الموظف اللي يكون عنده قرض استهلاكي راح يحاول يعمل أكثر. وراح يتشبث أكثر بمنصب الشغل التاوي لأنه وراه عنده قرض اللي راح يدفعه. الجانب السلبي هو الخوف. الخوف أنه إذا كانت مكانش أرقابة صريمة ممكن تكون سيرون ديتمو بالنسبة للمواطنين وهذا خطر شي غير إيجابي. في هذا الإطار ألا تخشون يعني في حال زيادة الطلب. أنت كلمت على زيادة الطلب وزيادة توظيف. ما تشوفوش أنه لو زاد الطلب تخافوا أن الطاقة الإنتاجية تعكم بتالي نذهب إلى يعني إلى يد ثانية يد ثالثة يد رابعة. المنتوج تعكم. لا لا ما نظنش. عنا طاقات طاقة إنتاجية كبيرة. عنا المعلومات على حجم السوق وفوليوم دي مارفي. قداش يحتاج السوق الجزائري من ثلاجة. قداش يحتاج من مكيفات. ونقدر نغطيه تقريباً 60% من السوق الجزائري كمؤسسة كوندور. وطبعاً كانت مؤسسة خرى جزائرية اللي يراهي معنا. ونقدر نغطيه الطالب ب100% إن شاء الله. 60% بدون قروض استهلاكية أم؟ لا ضيق الطاقة الإنتاجية. طاقة الإنتاجية 60%؟ وشمعنا هرانا نغطيه الآن 60%. طاقة الإنتاجية تعني تسمحنا حتى في بعض المثل في المكيفات. لدينا مصنع اللي يقدر يغطي المستهل. وش يستحق السوق الجزائري 100%. يعني طاقة إنتاجية بحوالي مليون قطعة في السنة. شكراً سيد بن حمادي. دكتور حميدو. كيف تشوف عودة القروض الاستهلاكية؟ بالنسبة للمستهلك. بالنسبة للمؤسسة الجزائرية. بالنسبة للدورة الإقتصادية. هو اللي يرجع للمرسوم بحذاته. يعني كي تشوفوه. هو في الحقيقة الصيغان تعوى ضعيفة جداً. علاش؟ المرسوم 1514. يعني هذا اللي يتكلم. علاش؟ لأن الحاجة اللولة اللي يعني تزومي فيها. لما تشوف التعريف تعالقرض. الطريقة اللي مدها التعريف معناتها يقول لك بللي تخلص بالتقصيد بالأجال إلى أجال الوسماء. وفي الحقيقة هنا بدل المشروع قال العفو. هو في الحقيقة الكريدية للاقصوماتي. هو صدره 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 صدره. معناه باللي عوض ما يكون هذا التعريف. أن القرض هو عملية تعسلف. يعني واحد من الخواس باش يمول مشروع. إذن كنقل عم هذا المنطالق. واش يوالي عدنا؟ يوالي عدنا. ام بيان. ام سيرويس. عندها يا منتوج. يا خادمات. إذن هنا. انطلاقاً. نقصينا الخادمات. وكي نتكلم عن الخادمات. سياحية. يعني سياحة مثل. مثال. ما هو ش منتوج وطني؟ واحد يروح يقرأ. ما هو ش منتوج وطني؟ واحد يروح يداوي. ما هو ش منتوج وطني؟ يعني. بسط المثال تاعك. أره. مش باش مشاهد. هنا بقينا غيف الخادمات. عفوا. بقينا غيف السلع. سلع. معناتها تبغي تشري. إلكتروميناجي. ولا يعني أمور تكنولوجية الإعلام. ولا الاتصال. ولا معناه. في حالة ما إذا. حبيت تروح. مثال. في الصيف هذا. حبيت تروح. يعني. على شواطئ. مثال هنا في الزير ولا. إذن. ولا بالعائلة. والمصاريف. وقعت تطلب لك مبلغ. إذن هنا. ما يشمعني. مع العلم. أنا. حبي نستجعب للسياحة التانة. والمعالية. إذن هنا. ما تدخلش في هذا السياح. إذن كي نقولوا دراسة. نعطيك هنا مثال. تبغي يعني. نعطيك هنا. أنا البيلوتاج تقرى هذو اللي اللي. اللي اللي بت بتافيون هذو. الساسنا ولا على مثال. في تيارت ولا في باتنا ولا ذو. طائرة صغر. مثال. الكور تيوريك. مثال. 14 مليون. والابراتيك. معنا لها ك. يعني دي ربعين ساعة كل ساعة. مثال مليون ونص. إذن. آن. مبلغ شوية كبير. إذن هنا. معناه. أنك عندك مشروع. وما تقدرش. تموله. عن طريق القرض. مع العلم أنه مشروع استهلاكي. هاك مرة عردت هذك تعالي عنده المدرسة تعال طايران تعباتنا. تعباتنا. لها فورماسون هي ثمانمائة مليون. إذن كاين اللي حاب مشروع من هذا النوع ولكن القانون هذا ما يملحلوش. الآن انظروك وين يقولي السياغة إشكال مطروحة. كينقولوا صدر كينقولوا باللي واحد يحبي يمقول الآن لو كان كون حطينا التعريف صحيح. أنا أظرك مثال عندي دراحم. مثال بغي نشريك. هاو الناس تكلموا على السيارة. السيارة تدير مئة وعشر مليون. إذا كان أنا مثال مئة وعشر مليون والبنك يطلب مني فائدة تحتلاثة بالمئة. ما عنديش مشكلة. ما عنديش دراحم. قادر أنا نروح نحط دراحمي في لاكناب. خاطر لاكناب تعطيني فائدة ستة ولا سبعة بالمئة. ونروح نطلب قرض ستيلاتي. إذن هنا يبقى الإشكال اللي هو مطروح في الأساس. فهمتك دكتور حميدش؟ هذا كي تشوف السنة. هذا كي تشوف غير التقليع. أمام بعد كي زيدي تكلم لك مثال على السعر السنوي تع الفائدة وقع أي كارثة ثم. نعود ونرجع لها بالنسبة لمؤسسة الجزائرية والمستهلك الجزائري. باختصاب دكتور حميد. شوف هو يعني كين تكلموا عليهم. مؤسسة مثل القندور مثلا. شوف المؤسسة كاين واحد المارج دي مانوفر. مثال لما قلت له الطاقات على الإنتاج. إذا كان ندرك الطالب راح يرتفع عليه. إذا كان ذلك هو يلقيه جهة الطالب واحدة من زوج. يا في الإنتاج معنتها باش يحافظ على السعر انتاعه. إذا كان مواجهوش بالإنتاج معنتها يليق الأسعار راح ترتفع. بغى صورتي يزين ولا في المارشي. إذا هنا يليق. الآلية تكون موضوعة. يعني حتى في النهاية ما ينضرش المنتج. لأن إذا كان الأسعار انتاعه توليد يعني مرتفعة. الناس راح تروح لمنتوج واحد آخر لأن في السوق تلقى أقل. وحاجة واحدة أخرى. إذا كان القروض هذه تدي كمية كبيرة. معناتها باللي. اللاموني. يعني النقود تولي بالدولة بزاف. هنا البنك المركزي واش يليق؟ يليق يدير سعر فائدة باش يزبط هاد الكتلة. معناتها باللي قادر نروحو الأسعار فائدة مرتفعة. وهناش كل اللي ينظر ينظر المستهلك. إذا اللي قد تكون الآليات مضبوطة. بحيث أنه في النهاية ما يكونش خاسر المستهلك. ولا المنتج. بصح مهما كان الحال اللي يربح البنك. انت تكلم على المستهلك. كل الحالات البنك رابح. عندي تدخل بسيط. فيما يخص المؤسسات تانا كوندور. رايحين نقوموا بالعملية اللي يشاوروا منتوانا. عنا حوالي مية وستة نقطة بيع. اللي رايحين يقوموا بهذه العملية. وليكونوا في الاتصال. مباشر مع المؤسسات. إذن ما ما كانش هناك خطر ارتفاع الأسعار. لأن الأسعار تكون محدة من طرف الإدارة العامة. وللعلم كذلك. أننا قبل ما يخرج المرسوم. هذا كنا قدمنا لوزارة الصناعة. لكل الإحصائيات فيما يخص الإنتاج تعنا. ومن كل نوع مننا. كل ليفاميد وبرودي. شكرا سيب الحمدي. أستاذ ليندا سعد العود. دكتور حميدوش تكلم على المرسوم. وينتقد المرسوم دكتور حميدوش. يعني تشوفي أنه المرسوم يحمي المستهلك من القروض. دكتور حميدوش تكلم على المرسوم. حتى في المفاهيم. هو صح. وهذا القرض الاستهلاكي. هذا يتكلم غير على القرض بالنسبة للمنتوج المادي. سلع. سلع فقط. أنا نظن أنه ندار بغبوستي الإلكونومي. ستطفى نغمال. لازم. بغبوستي الإلكونومي الجغيان. أول حاجة. أول حاجة اللي لاحظتها ديجا في صياغة المادة. هو راهو يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفية حصول العائلات على القرض الاستهلاكي الموجهة للسلع. معنا تحت الإنسان الفرد وحده. ما ينجم شي تحصل فينا المان. يا سختان زنو مالي. يعني لو كان. سي المناج. كي سون كنسر. الأسر. كي سون كنسر. بالسلع. أولا يتضع. نحن لا يتضع. يمكن أن في مرة جاية الوصف نحن نحن نتقدر الكلمات أخرى. لأن كما قال سيد حمدوش في الدول الأخرى الإنسان لإنقاذ لإنسان الأسفل حتى نستثمر في هذا الشيء. في الوقت الحالي هذا المرسوم سمجة دبور عن طريق سن بطريقة مرسوم وليس بطريقة قانون، في الخارج كينا الكود، مشي الكود، كينا لالواة دوالاقارد، كينا لالواة دوالاقارد هذه اللي تحت، أو سيد حميدوش على بالولايتي، أماندي، 11 مرة نظرن ولا جو سيبا كمينة دوالاقارد، لا يوجد قانون القرض، لا يوجد، لأن القرض ترجع تقول قانون هل هو حق؟ نحن نقول القانون القرض، هل يجب البنكة تسلف؟ هل يوجد قانون القرض، هل يجب البنكة تسلف؟ وهذا من غير الممكن، لازم تكون البنكة عندها الحق في رفض، الدوال موتيفة يمكن لغوث ينتحها، لكن لا يوجد دوالاقارد، لأن الواحد يجب البنكة يشري حاجة، يا عندو يا ما عندوش، هذا هو نغمال ما، يعني عندك باش تشريها، وإذا كان ما عندكش الدولة تسهلك باش تشريها، وتعطي لك قرض لهذا الشأن، في الوقت الحالي، أنا بالنسبة لي، ندير هذا المرسوم لتشجيع المنتوج الجزائري، هذا المرسوم لتشجيع المنتوج الجزائري، لأن السوق تحنا رهي عندنا دركة، أنا سوفيزمان دو ركول، أنا سوفيزمان دو التكنولوجي، يعني هنا عندنا في كل شي، نسمع، نسمع البارحة، سيد وزير التجارة، يعني سيتون عنك دات، قالهم أنا ما قلت لكمش متاكلوش الكيوي، متاكلوش البنان، ولا مزدوش تجيبو الكيوي والبنان، أنا نقول بلي، المنطقة وين يجي منها وزير التجارة، وين أنا ثاني منطقة تاقي، كين واحد الفروي إكزانتي، كي تباع غالي يسر في الخارج، وسموه الهندي، شو سوي باو بلجي ناكل الكيوي والبنان، صدير، كين دير منتوج الجزائري، ينوز أفن دهكسلانت، مثلا، نعطيك نأكزامبل بصفة عضوة في جمعية النساء رئيسات الأعمال، في وهران، كينا سيدا، أو غال، رح يتنتج لزاباري أوديتيف، في قسنتينة، كينا سيدا، رح يتنتج لفلكسيبل تسيارات، كينا سيدا، تنتج لجينيريك، نظر ندير كارونت جينيريك تعدوة، إذن، أنا كي نشجع قرض استهلاكي، ونشجع المنتوج الوطني، نقص من فاطرة الاستيراد، تبقى سؤال واحد، هذا المنتوج الوطني، أسكره مؤهل، وينه اللي مؤهل؟ ما نحبوش نشريه جزائري، جست بارسك جزائري، عندنا، يليا دي متود، أدوات مراقبة قبلية، يجب أن تقوم بحاجة المنطقة، مركزية المخاطر، نظام مركزية المخاطر، مراقبة كل المنتوجات، مراقبة كل هذه الأمور، أنا من كلامك نقدر نسأل سيد بن حمادي، هل المنتوج الجزائري الآن، المنتوج الجزائري أحسن من المستهلك؟ على الأقل، دو جودة، ولكن، خليون المستهلك، هو اللي يحكم علينا، ويحكم على المنتوج، إذا كان المنتوج تايم، وش مليح، ما يجينيش المستهلك، أنا مطلوب باش نحسن في المستهلك، في النوعية نتاو، ونحسن في السعر، ونحسن في التوزيع، ونحسن في عدة نقاط، لأن المنتوج كما تعرف لي، لبرودويل، لبروموسيون، لليو وين يتباع، وكالي كاتبين، اللي معروفين، هذا كل مزيج، اللي انتعى الماركوتينج، ميكس هذا، با يخليوا منتوج مليح، ولا بوش مليح، وعلى شنا نسبقوا الأحداث، احنا كما رانا نشوفه بالنسبة لنا، بوجهة نظري، ما نشكوش عمرنا، ما نشكوش عمرنا، ما نشكونا في المستهلك الجزائري، بالعكس، رانا في مؤسسة رائدة في الجزائر، من المستهلك، قد ظل انتعوا في المنتوج، وانت تكلم على جودة المنتوج الجزائري، يعني تشوف انه المنتوج، حتى المنتوج الجزائري، راح يحسن من الجودة تاعه، ربيعة الحال، إذا كان، ما دام كان هناك منافسة، منافسة ضرورية، ولازم تكون في جميع الميادين، حتى لازم منافسة أجنبية، باش نحسنوا مرواحنا، إذا كان مكاش منافسة، نتعى الأستاذة، مكاش منافسة عالمية، حينما نقدرش نتحسنه، مستحيل، شكراً سيب الحمادي، دكتور حميدو شويق، ما تشوفش انه القرض الاستهلاكي هو بمثابة امتياز للمؤسسة الجزائرية لكي تسوق متجادها في السوق على حساب المؤسسات الأجنبية، يعني خلافاً نوش تكلم سيب الحمادي، ما تمشيش مؤسسة الجزائرية نحو الجودة أكثر، باعتبار إذا تحدثوا على دهنيات المستهلك الجزائري؟ هو شو في اللقاء، نفهم الكونتكست اللي رهجي تاعة القروض، خطرش الناس رهان مازال فوكاليزة، يعني مركزة باللي، يعني خاصة يعني حبيت تشري تليفيزيون، نروح للبونكا ونقول له أعطي لي تليفيزيون، إذن لا، هو الحاجة اللولى اللي قناع عرفه باللي ما هي أنواع القروض اللي كاينة، القروض كاينة أربع أنواع من الشيمية، في جاعة العالم، في جاعة دول العالم اللي يبدو اللي يبدو اللي كريدي، كاينة القرض اللولي يعيطوله اللي كريدي أفكتي، واش معناه؟ معنتها البونكا، يحط تحت تصرف أنت أك مبلغ، باش تقتاني، ولا تنتج، ولا سلعة، ولا خدمة معينة، كاينة النوع الثاني يسموه معنتها قرض خاص بك، أنت، يعني القرض اللول، مثال، أنت حبيت شري سيارة، سيارة، مبلغ، تفوت حجم ميزانية، ما يشتاع شهر ولا شهرين، تطلب مدة، إذن هنا، تتحصل على سكون عبال، هذا البري أفكتي، في هذا الحالة، إذن الحالة الثانية، اللي تكلمنا عليها، البري أفكتي، الآن دروك، واحد عنده مشروع، مثال كينجولو مشروع، الشاب، مثال يتزوج، إذن، في المشروع، حبي يشري فريجيدار، حبي يشري تليفيزيون، حبي يشري، حبي يشري، إذن، في هذا الحالة، مشي كل مرة رايح جاي للبونك، أعطيني، يحط ميلف، إذن هنا، معناه عنده سلسلة من المنتوجات اللي غادي يتحصل عليها، كين القرض الثالث، اللي هو القرض الإيجاري، ولا يعرفوه الدرس، يعرفوه بالليزين، نعم، إذن معناه أن المنتوج هذا، نخلص يعني إيجار، وفي النهاية، إما يولي ملكيين تاعي، ونخلصه نهائيا، ولا يعود يديعلي يا البنك، ويعود يستعمل في طريقة أخرى، وكاين أيضا في الآخر، هذا الكريدي ريفولفينغ، يعني الدائم، معناه باللي، متفهم أنا والبنك، نخليلي دائما مبلغ، هذك المبلغ، نقدر نقتني به، واش نحب، ولكن، هذك المبلغ يعود يتجدد، كل ما نعود نسدد، إذن، في هذا الإطار هذا، معناه، وين رهما كان المنتوج الجزائري، إذن هنا، الكاين، السطير، آلية، اللي غادي، دعم، ولا تحفز، المبيعات، بالنسبة للمنتوج الجزائري، بالنسبة للسؤال، اللي تكلمتك عليك، هل القرض الإسلاكي، هو بمثابة امتياز للمؤسسة الجزائرية؟ بالطبع، يعني، مادام، مادام، القرض هذا، يقولوا منتوج، يعني، منتوج وطني، معناه باللي، كاين آلية، طالب، يعني، متخصة، يعني، خاصة بالمنتوج، معناه باللي، في الطالب، رهنا زدنا، شكرا، سيدي، ليندا، سألتني سؤال، وما جاوبتكش عليه، نحن نرجع لك، جاوبيني عليه، نحتاج للإجابة، الحماية للمستهلك، حماية المستهلك، حماية المستهلك، هي الحماية، اللي موجودة في المرسوم، هذا نفسها، في القوانين اللي موجودة في الخارج، سي، نعطيه للمستهلك، الانفرماتي، على الكريدي، اللي رايح يقتنيه، على المدة اللي رايح يسدد فيها، على نسبة الفائدة، هي المدة، نسبة الفائدة، يجب أن تكون، إنه بانا فرماتي، إنه بانا فرماتي، يعرف بلي، ماكسيموم، سواصنة موات، يجب أن يسدد مواتي، الموهك، يجب أن نخل، في المرسوم، حطين، في المادة 15، التسديد المسبق للقرض، لذلك، نستطيع التسديد، وتخلف المقترض عن الدفع، لكن ما كانش، مقتضايات، وشي هو التخلف، وشي هو ما كالصان، كونسيكنس، جسما، في المرسوم، التخلف عن الدفع، ولو أننا، المخاضي، كيف يتعامل في هذا الإيطار؟ جسما، سيحال، يمكن، أننا، الآن، يمكن أن يطلب هذه الإعلام، والذي ندارو على المتصف النصف ونطلق السيارات ونحن حتى الدولة دارت حنا كنا في القضاء دارونا لترزور لقد فتوا نتوقع ونطلق ومتصد لتحقق مع علامة معينا ونحن نشرنا من عندهم مع تحقق 0% هذه الدولة لنطلق لتحقق لدينا هناك دولة فيما يخص السيارات كانوا يرهنوهم ما تنجمش تديها حتى نتسددها كاملة ما متتباع على بلك الرهن يعني الإنسان اللي يكون عنده حاجة مرهومة يتتبع بالنسبة للسيارة بالنسبة للموبولية نفس الشي السيلة عبرك تستهلك يمكن أنها تستهلك يشري حاجة تمشي عامين ثلاث سنين يكون كسرها ولا يكون هناليات مكانش دركة أنا سكو جو بو قاديوش عمل في هذه الإطلاع العقد شريعة المتعاقدين العقد شريعة المتعاقدين هنا رح يكون رح تكون ان كونتخا رح سختن ما يكون يكون عقد بين البانك هو كاين دو كونتخا الكنتخا بين البانك وبين الفورنسور هذا اللي سلبي كيفا فورنر المنتوج الجزائري ولكونتخا بين البانك وبين السيد اللي رح يشري بسكو فينا المان سيكون البانك كيفا فنانسي لاشان تعو عند مثلا بنك أنا نجي رح نشري معنى سيد بنحمدي سيد حمدوش هو المثل البانك هو رح يفنانسي نيانا باش نشري من عند مسيو بنحمدي لاشيو بنحمدي يده يده يسواردو تبقى المديونية بين البانك بيني وبين البانك هذي مبعد كيفاش رايح يتحصل على أموالو كيفاش رايح يتحصل على أموالو رايح يحجز هي كاين في المدني يحجزولو يحجزولو اسكو عندو على واش يحجزولو الإفلاس المدني ما هوش معروف في الجزائر يبالا فاييت سيفيل في الخارج كاين لا فاييت سيفيل دونك هذو لازم آليات مبعد لازم نستحدثوها ولازم ننضبطوها كنفنابلما كان كاين القرض الاستهلاكي من قبل وحبسوه حبس جميدة جميدة لأن لأن المناج كانوا يتحصل على أدوات كانوا يتحصل على أدوات ومن ثم إعادة بيحة من أجل حصول على أموال في هذا الإطار سي بن حمدي كيف تعملوا مع هذا الضواهر يعني كاين ناس تخرج رايح يكون لريسك هذا المحال إذا ممكن يجي مواطن يشري عن طريق القرض الاستهلاكي فريجيدار كوزينيات تليفيزور مبلغ معين وبعد تظهر له باللي رايح يحتاج المال هذا الشيء اللي ما يسمحلوش ما يسمحلوش القانون بس يقترض عليه يروح يخفض 20% والله 15% 15% من سعر البضاعة هذي أو أكثر أو أكثر أو أكثر ويبيعها ويروح يقضي حاجة لا بالنسبة لهذا خطر علينا احنا موش خطر عليه كيف حتتتعاملوا مع هذ الوضاع والله مشكلة يعني حتى كاين زبون ليشريكاش معروف أنه كاين زبون ليشريكاش حتى بوجود القرور لكن يتوجه يشريكاش بعيدا عن الفوائد الرباوية بعيدا عن أي مشاكل أخرى هو السعر راح يكون نفسه بالنسبة لشريكاش وإلا لا بالنسبة لإعادة بيع إعادة البيع يشريع لكاش احنا لدينا مشكل لأنه راح يكون يوقع لدينا اختلال اختلال بضعان تالة تكون عندها في مكان عندها سعر وفي مكان ويدخل عندها سعر هنا يكون 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 خفاض في الطالة للطالة في الطالة نعود نرجع إلى الجواب أنه هناك تترفع وطيرة الإنتاج في مصانع في مصانعكم هل إدارة تقدر تتحكم في 16 و18 و24 ساعة طبعا بطبيعة الحال كاليش ما نقدر تتحكم أنا نسأل فيك أنا نسأل فيك يعني هناك يعني راح ين توظفوا من جديد راح ين عنا كين بطريعة طبيعة الحال كين ممكن نزيدوا في 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 كيف كما يقولون إذا كان نخدمه ثم سوية نقدر نزيد نزيد كيف نقدر نزيد 16 أو 24 ساعة وفي نفس الوقت نقدر نحضر باش نديرو نسيدو ديلين تحديد ديلين أو لا تصيب لي وقف قدام الجيج ضابور البونكي أو مد قرض وما درسوا شمليح يقول لي عصابة أشرار وما نشعرف ويقول لي كذلك تسمى هذا كلي اللي بدا تليفزيون إذا قدام الجيج يبين باللي راه دوبون فوا يعني راه حسن منية هذه اللي تخاف منها الآن نرجع للسؤال اللي قلت للمركزية المخاطر دكتور حميدوش سي أمين قبل ما نروح للمركزية المخاطر قبل ما نروح للمركزية المخاطر قبل ما يكون التعريف التعريف تع القرض ومن بعد تكلم على هذك في الحقيقة هذك هو السعر عفوان هذك سعر الفائدة اللي يمثل تكلفة تع القرض وهذك السعر اللي يمثل تكلفة تع القرض القانون يعني في الحقيقة هنا وعرفه مليح ولكن عندنا مشكلة في الواقع شكون اللي يحدد هذا اللي طايفي هذا شكون اللي يحده هذا يكون في البلدان العالم ينزلون طرق يتحدون مثال في النظام الفرنسي كاين مرسوم ليحدد هذا السعر الفائدة اللي مثل قاعد تكريفتها السعر القرض هذا وهذه الفائدة كل ربع شهر تنشرها الحكومة عن طريق مرسوم وهذا لوتو واش معنتها؟ معنتها باللي الأسعار هذو تعال الفائدة اللي يتمدوا هذو الأسعار الفائدة خطش علاش هنا غدوة باش نقدر نقارن خاطرش في سعر الفائدة كاين بزيف حويش مخبيين مثال يقول لي سعر الفائدة ما كانش لا قارنتي ما كانش لا سيرونس ما كانش لي فريد دوسي ما كانش لي زوتر فريد إلا أخي إذن هنا القانون دار هذو الآلية معنتها هنا غدوة قاعد سعر الفائدة معاقاعد المصاريف نتاعه نقدر نقارنها مع الزوتر في المنافسة بصح هذا لوتو واش معنتها؟ نفهمه باللي هو الحد الأقصى اللي يقع الأسعار ما يقدرونش يفوتوها إذن في التنظيمات بتلك مثال في النظام فرنسي كاين القانون اللي يحددها احنا ما عدناش هذه واحدة ثانيا في بلدان أخرى مثال يعني مثال ألمانيا ولا هولندا ولا السويد ولا يعني شكل اللي يحددها يحدوها المحاكم معنى توني يفوت دي تربينو كل شهر مثال في ألمانيا لبندس بنك تمت سعر الفائدة ولما سعر هذا يضاعف يعني زوج مرات إذن هنا المحاكم هي اللي يتقرر فيما يخص هذا السعر هذا إحنا كاين التعريف نتاعه بصحة الآلية مكاش هذه واحدة ثانيا نرجعو للآلية اللي تكلمت عليها تعمل مركزية المخاطرة أولا صدقني آمين يعني قبل مجيزة القصة جبت يعني الرغلومات على البونك سنترال الرقم 12 اللي يتكلم على مركزية المخاطرة يعني الصادر في 20 فبريق 2012 نذكر بللي احنا هنا المشكلة وهنا ومشكل كبير بالزافرة وهنا شوف لما نتكلم على مركزية المخاطرة في المثال في النظام الفرنسي في النظام الفرنسي تسيب قانون الاستهلاك هو اللي يحدد الآليات انتاحها واش معناه لما يحدد الآليات انتاحها معناه يعني يتم تسير على مستوى البنك المركزي البونوك والمؤسسات المالية القانون محدد باش معنيين كيفاش يمدوا المعلومة وهنا المستهلك قد نعطيك هنا مثال مستهلك كي ميرجاش دو مونسياليتي مثال قرد يجيه شهر اللول ميرجعش شهر الزوج ميرجعش البنك يخبروا باللي اسمه راح في المركزية المخاطر وهنا شكول اللي يحددها حددها قانون ويبقى في المركزية موضة خمس سنوات في حالة يعني حتى الثمان سنوات اذا واش هي المعلومة اللي تتمد كيفاش يقدر هو يتأكد لكي اسمه لا تنحى لا ما تنحاش هنا شكول اللي يحددها قانون الاستهلك احنا نضرك المشكلة اللي انتا انا وراه هو ان قانون النقد والقرد المادة 98 منه واش تقول تقول لجنة النقد والقرد هي اللي يتحدد هذا الالية كارثة لاش اللجنة هذي شكون فيها خمسة ولا استعباد خمسة ولا استعباد يحدوا قعمة صير كيفاش تكون العلاقة ما بين المستهلك والبنك وشكون اللي يكون في مركزية المخاطرة غادي نزيد الروح لك انا ابعد من ذلك في المانيا مثال في المانيا المانيا في الحقيقة كاينة هذي لا شوفة لوديك هذي لا شوفة واش معندها مؤسسة ذات طبع تجاري كل البنوك لما يكون عملية تعقار ذولا يعطوها هذه المعلومة وحتى هذه الالية نوجدوها في بلجيكا كل البنوك والمؤسسة يمدوها هذه المعلومة لهذه المركزية تع المخاطرة اذا في المقابل الناس طورت هذا النظام في اللولا البنوك من بعد واش ولت ولت حتى المؤسسة الاقتصادية مثال في المانيا غادوا متخلش المهات تليفون ولا ويخرج اسمك زيد زادت طور هذا الامر حتى في بلجيكا والمانيا ولت حتى اذا كان تخرج في محكمة واحد يسالك دراهم وما خلش تخرج في مركزية المخاطرة في النظام بلجيكي حتن القانون على ليقري فيه باش يمدوا الاسم تاعك اذا الان الالية اللي يكون فيها الاسم وكيفاش يتنحها وكيفاش الناس تشوف اللي قانون ينظموا ما هوش بهذا الطريقة اللي رانا ديرينه نزيدك مثال اخر ونحبس مركزية المخاطرة لا شيء يعني شيء هام في بريطانيا مثال في النظام الانجلوساكسوني يعني خاطير ما هوش بنك مركزي كاين ثماني مؤسسات اقتصادية هالثماني مؤسسات خمسة متأسين متخصين في المؤسسات الاقتصادية هادو يعطلهم لالسكورينج وكاين ثلاثة اللي متخصين في المستهلكين مثال كيفاش يعملوا مثال واحدة فيهم ولا اي واحدة فيهم تروح تشريح تلف شيء الكتورال اتبع كل ما هو صغير و كبير فيما يخص المواطن استهلاك انتاعه المحاكم الفاتورات الى اخرين في النهاية وش الدير الدير تقرير بما يسمى الصوفابيتي هل ترى هذا الانسان قادر يرد ولا ما يردش من بعد في الاخير هذا التقرير يرى عند البنك وهو لما تحوزت على قرض ولا يضرب طالله يشوف تقييم انتاعك شكرا دكتور حميدوش هذي نكمل احنا المشكل هو ان مركزية المخاطرة هذا الاسمبيك هذا الاسمبيك ينغي في الزير اذا الالي ينتحى ليس ديرها القانون نعطي والموحافظ مع ربعة ولا خمس عباد يسيروننا كلش شكرا دكتور حميدوش احنا نتكلمو عن طريقة الادماج طريقة الادماج شوف مؤخرا نالوا ماكرون يعني يبغوا يبدلوا غير هلتا خمس سنين وثمس سنين ويعني شكون اللي عندوا الحقوق القانون رفضوا المجلس الدستوري لأن تدخل في الأحوال الشخصية كورة دين يعني في الأمور الخاصة نعم إذن احنا رأنا اخذناها بواحدة بساطة نتكلمو عليها سيد بن حمادي سيد بن حمادي المرسوم يتكلم على يعني بالنسبة المنتوجات التي يتم تركيبها في الجزائر تحدث المرسوم أنه يمكن تحديد نسبة الاندماج كيف تشوفوها انتم بالنسبة في الخطاع تكنولوجية الإعلام والاتصال لا في الحقيقة المنتجات يراهي هنا موجودة فيها اللي توصل إلى 80% من الاندماج فيها 70% فيها 60% وفيها 2% 3% وفيها 4% ما تقدرش مثلا تقول خدم لي هاتف نقال بنسبة الاندماج 20% إلا إذا كان عندك سوق يقدر بعشرات الملايين إلا التكلفات واللي غير معقولة إذن أنا في رأي إذا كان هناك لجنة رأي تتابع في الأمر هذا تأخذ يعني منتوج منتوج ما نطبقوش نفس اللوضو على كل المنتج مثلا مثلا الثلاجة أنا قدر نقوله لازم نوصل إلى 70% من الاندماج ما عاد الكمبريسور وكالك بيس إلكتريك اللي أنا نجيبوهم إلى 70% في المكيفات كيف كيف في الطباقات كيف كيف في الغسالات ولكن إذا كان رحنا لتليفزيون شاشة ما نقدرش نخدمها في الجزائر لأن الاستثمار بتحيطلب ملايير ملايير دولارات ملايير دولارات هالجزائر مستعدة حتى عود هالتكنولوجيا موجودة تكنولوجيا موجودة تكنولوجيا موجودة ولكن اللي صنع عادة اللي صنع الشاشة ما يصنعش تليفزيون هذا هو الشيء اللي لازم نفهمه اللي صنع الكمبريسور تعال ثلاجة ما يصنعش ثلاجة هذو كان شركات متخصة في قطاع معينة وتنتج بالملايين وحتى نقول مئات الملايين باش تكون مستحيل نقدرون نفسهم لازم نعرف المستوى تعالى ولكن إذا كان وصلنا فيه للمستوى ديماج في قطاع المواد الكهرومنزلية حتى 40% 40% رأنا وصلنا نتيجة نتكلم على 70% إذا مشينا يعني حتى ربعا نتكلم على الناس كل مؤسسة في قطاع مثلا في قطاع قلتلك مثلا الثلاجة نوصلوا 70% المكيفات نوصلوا 60% الطباخات الماشينا في التليفزيون خدموا لكارت إلكتروني وعندنا نسبة ركبها ولكن في تركيا باش يكون في علمك في الدول الأوروبية ليكروا ما يحسبوش يديرو خاط يشوفوش تقدر تخدم داخل تليفزيون ويحسبو كذلك المصاريف يا أستاذ تعال بحث ويحسبو هذا مهم جدا لذلك يديرهم مثلا في هاتف نقال عندهم قيمتهم وممكن القيمة نتاحهم أكثر من الهاتف بالنسبة هاتف النقال لا نسبة الاندماج سيد بن حمادي إذا كان نخذينا بعين الاعتبار لذلك أنا في حوالي 10% إذا كان ما أخذينا هاش بعين الاعتبار رانا نديروه في عملية تركيب ومراقبة فقط هو شوف يعني حاجة هامة اللي تكلم عليها هو البحث والتطوير هو إذا كان يعني حبينا نبقوا في هذا المالغام هذي تعال منتوج وقع رانا نحصل مثال جو يهاتف رانا نحتبروه منتوج وطني ولا لا كي نسمى الماء لعدم لذلك هذي قعوش اللي يمو قع نستوردوهم الامبالاج نستوردوه إلى آخره إذن في الحقيقة باش نخرجوا من هذا الإطار هاو تكلم على الشاشة مثال الشاشة ذلك الـ HD هو كون يستثمر في الـ HD راي جاي له HD معناه باللي إلي قضلوك يستثمر وش راه جاي من بعد إذا كان مثال في الآلية إلي قد تكون علاقة ما بين الوزارة والمنتجيين شكرا نديرو قائمة صغيرة ومن بعد نطوروها لا يعني هناك بعد المعطيات يعني صغيرة يمكن المشاهد شيفهم شوف إذا كان نبدأ خدش على إذا حاوسنا نديرو كل اش أنا ما نديرو ولو في اللولة قائمة كل ضائرة وزارية ولا كل قيطة يخدم على 4-5-6-7 ورايحة وتتطور شكرا ندخل نرجع نرجع 4-5 ما يهمش يعني في العدد على المؤسسات وإنما يعني القوة على القانون ولا القوة على المرسوم هو في الحقيقة قلت لك ضعيف ولكن القوة نتاعه أنه ما حددش القائمة مدام ما حددش القائمة خلى كلش مفتو شكرا دكتور حميدوش مشاهدينا نقاشونا متواصل لكن في الفقرة الثانية من البرنامج ابقوا معنا مرحبا مجددا أستاذا ليندا سعد العود هو تكلم على مركزية المخاطر وش رأيك بالنسبة لمركزية المخاطر لأنه لانفورماشيون كي تمشي باش نعرفوا لمو في بيار هذي لازم نعرفوها أنا كما هذك نهار كي درنا الحصة على تهريب العملة صعبة راني جو ديبلاغ اللي مكانش ممثل تالبنك ثاني هنا بسكو كي سي كي سي فنانسي هذي بخي سي بانك الجريان بانك الجريان يمكن ثاني بانك 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 الوطني دونك نتكلم عالبنوك الجزائري لازم نعرفو لمن ميش اي واحد كي ما تكلمت ولو في الخارج يوجد قانون القر موش ستدير ولكن القرض مهوش حق موش حق اذا البانك لازم يعرف لمن يسلف يعرف لمن يسلف يعرف لكاني نجم يسترجع ذيك السلفية اللي ديها لانه رو سلفية هي حتى قضائيين وقانونيين ما ما نقدروش نفرقو بين القرض والسلفية هي نفس الشي يعني نعطيوها طابع هك نطخ لكن نفس الشي يعني هي السلفية بفوائد بفوائد إذن هذا البانك اللي رايح يسلف هو بالنسبة له ستكون أوبراسيون كوميرسيال لازم يجيب فوائد ماش يزيد يوضر ويخسر الأصل منتاعه هذا من غير الممكن سنبا دو سوسيال لازم يفهموا هذي راي ماش الدولة قاعدة تعطيلهم باطل راه البانك راه شركات تجارية إذن ندير نصدخل ونحدد الأشخاص كي نسون با عبالي تأخذ دي كي نسون با عشر سنين عشرين سنة ينفو أبصول ما دام ما درناهاش رايح تخلق بزاف المشاكل من بعد من ناحية وحد أخرى هنا هذا القانون ثاني راه ما هو شي المرسوم عفوا المرسوم ما حددش أنه في حالة ما تكون المعلومات التي يقدمها تكون معلومات خاطئة ولا غير واضحة ولا غير صحيحة وشي هو الآثار الآثار في دول أخرى أنه يفقد الفوائد يفقد الفوائد انتهى ونهائي ما ينجمش يطالب بالفوائد حتى نرجع السوار ما نرجعش الفوائد إذن ناقص ناقص أنت غير كي لا يتفي العات شكرا سيدة ليندا سيد بن حمدي أليسا من الضروري الآن ونحن نسلم قروض استهلاكية للأسر تقديم قروض استثمار للشركات الجزائرية لكي تستثمار ترفع من وطيرات الإنتاج وطلب المتزيد لا يكون مستقبلا لا قروض الاستثمار موجودة وابيك ديطو دين تياري امتيازات أخرى لشركات الجزائرية كي العراضي المستثمرين بالدينار الرمزي والدفع ل33 سنة كي العراضي 33 سنة كي تدعيم لصالة الأجور تعل الشباب اللي خرجوا من الجامعات كي آليات كثيرة ممكن ما يش منطبقها في كل ولايات وممكن بعض الأشخاص كأشخاص ما يطبقوش هذه الآليات ولكن قانون التشجيع تعل استثمارات قانون ممتاز أو الدكتور ما يوافق معي ولا ما يوافقش ما نيش عارف عنا كل عنا كل التسهيلات ولكن مش أي إنسان يروح يطلب قرض بش يستثمر كان شروط والبنك كما قالت الأستاذة سيتان نوبراتوري كونوميك ما يحبش يخسر صواردو لازم شروط للي نحتارمهم واستثمر على رقم أمام خيار أمام خيار الاستثمار أكثر في الداخل وفتح مجال الاستثمار في الخارج أين أنتم من هذا وذا إحنا مدام مدام ما لبيناش إحنا هو الاستثمار في الجزائر وتلبية طالة يعني احتياجات المواطني الجزائريين معناها أنك رك توقف في الاستيراد يعني نفس الشي في الوقت كيكون عندنا فائض الفائض وما قدرناش لما أننا ما لقناش الطالب في الجزائر ممكن نروح للخارج ونستثمر في الخارج وممكن حتى نستثمر في الخارج نستثمر في الذكاء في الانتليجيونس يعني إذا كان نلقى امبروديتود اللي ساعدني باش نطور المنتج التاي والله ره يبيع لي في التكنولوجي نروح نستثمر فيه ما عليش هذيك تساعدني موش لازم نتثمر في آلات ومش نخدم ثلاجة ولا نخدم كوزينيات كينا هذو هما القطاعات اللي لازم نتثمر فيهم اللي يرانا متوخرين فيهم البعض يرى أنه يجب تكاتف كل جهود ما بين الشركات الجزائرية والإدارات العمومية لكي يعني نصل إلى تحسين وتجيع المنتوج الجزائري أين أنتم يعني الآن ما بينكم بين مؤسسات الجزائرية نشط في مجال الهاتف النقال في مجال الهاتف تكنولوجيا الإعلام والإتصال في المجال نحن عنا جمعية في طريق التأسيس في سبتمبر إن شاء الله نديره الجمعية العامة ولكرنا في الاتصال مع بعضنا شركات عمومية وخاصة يعني مثلا لونيام لوني سوناري كل غير البارح كنا مع سيد وزير التجارة وتكلمنا عن المشاكل هي في الحقيقة مشاكل مؤسسة ما فيهاش يعني ملكية طلع سلمان ما تهمش تنكو الدولة وإلا ما تكون هاشخاص ولا مساهمين ولا بنكة ما تهمش رنا نتكلمنا عنا نفس المشاكل كان بعض الإدارات الإدارات اللي عنا مشاكل معها فيهما يخص العراقيل وطباط البطة وطباط في إعطاء الليزولي الترخيص الترخيص اللازمة ولكن رنا نحس بالله هناك وعي من طرف الحكومة بأنه حال الآوان بيس نشجعوا الإنتاج الوطني بيس نشجعوا المؤسسة الجزائرية هل هناك نية من قبل المؤسسات الآن طبيعا من حجل تجيع المنتوج الوطني معروف أن نشوفها حتى الإدارات العمومية الاستثمار يخاف من المجهول والله المستثمر يخاف من المجهول احنا لازم تكون عندنا انفيزيبيليتي أنا ما نقدرش عندي مصنع البانو سولير ما عنديش ما عنديش عارف وش رح يكون في المستقبل في الظروف هذه ماذا بي نستثمر نخدم نزيد نستثمر كتير إذا كان عندي على خمس سنين على ستين على بني وراني رايح ولكن إذا كان ما عنديش والله إذا كان هنا كان استابيليتي في القوانين التي تتبدل هذه هي التي تظرنا هذه هي التي تظر مؤسسة المؤسسة بصفة خاصة والاقتصاد بصفة عامة يحب الاستابيليتي تحب القوانين تكون محذرة تكون ناضجة ولكن تسرع تسرع في إصدار القوانين بسبب من الأسباب هبط البيترول اليوم ممكن يطلع وعلى سيزلة بانيك خلي يهبط على رحو بيترول كان فلاسيفة واختصاصين يقول لك بيترول رايح يبقى 60 دولار ولا 70 دولار لمدة اللي عنده المعلومة هذي ويعرفها راه في السوق المالي راه ملياردات اللي عنده يعلم الغيب موش رايح نحن يعظر في التليفيزيو شكرا سيد سيد بن حبادي مشاهدين وصلنا إلى نهاية دفقرة أسئلة مشاهدين عبر فيسبوك بعد قليل فاصل ونعود مرحبا مجددا سؤال الأول إلى ليندا سعد العود إذا كانت قروض بفوائد فأغلب الشعب سيقاطعها لأنها رباوية هذا حاميد علاوي يمكن يمكن أنهم راح يقاطعوها بس أنا قلت لك البنوك راهي شركة تجارية حتى البنوك الإسلامية راهي تدي فوائد بطريقة بحد أخرى سيد سيد يكومي سيار هذا هذه تجارة شكرا سيدتي دكتور حميدوش هل هذه القروض في صلح المواطن هل هذه القروض في صلح المواطن على بلك هو شوف ليتعامل بالريبة فليأذن بحربي من الله ورسولي هذه نقناع عرفوها الآن إذا كان حطينا الأولويات في اعتقاد إذا كان تكلمنا مثال في الخادمات واحد مريض لاك ناس ما قادراش تتعوض له ويليقلوا العلاج في هذا الحالة بسي فعليه يروح للقرض وانا ما نظنش كاين عالم ولا إمام راح يفتي بالعكس إذن لضرورة أحكام فبالتالي يعني الضرورة والأولوية تختلف والأسر والعوائل هي اللي راح تسفد بالدرجة الأولى في القروض هذا كاين واحد يتكلمنا عنه اللي يقول القرض الإيجاري هذا يعني دينيا يعني السعر معروف طريقة تعامل وقع مقبولة شكرا سيدي سيد بن حمادي ما هي الشروط الخاصة التي يجب أن نضعها حتى يدرج المنتوج في قائمة المنتوج الوطني شروط لازم يكون المنتوج ميدين الجيريا مركب أو مصنع هذا ممكن ما هي الشروط التي يجب أن نضعها الشروط يكون الصاحب اللي يسوق يكون ميكون ما يكونش تاجر فقط ما يكونش مستورد إذا بغت نسأت حاجة خلوش شوف كيفهم المنتوج الوطني معنات هاي اللي يكون جازاني معناتها مهما كان الجنسيا نتعو لما ينتج هنا أنا في اعتقادي باش ما ندخلوش في المنتوج والانتيقراسيون ما كانش كيمة قيمة مضافة صدر عنده رقم الأعمال قعوة شصرف هنا الفرق تعطينا قيمة مضافة إذا كان في القيمة المضافة نوجدو ما تكلم عني ها قلنا الأستاذ قال لك البحث البحث والتطوير إذا كان يعني صرف في البحث والتطوير هنا يليق نعطوه أهمية ويولي منتوج وطني وصلنا إلى نهاية البحث والتطوير شوف كينا حاجة نعطيك لوني لك شوف لوني لك المخرج يوشير إلى نهاية البحث دكتور حميدوش شوف في بو مرداس يعني يعني في حاجة إيجابية جدا جدا شوف لوني لك هذا المرة في بو مرداس هاو كوندورجا تحوس على الطالبة هاي أراجي راح ثمة تحوس على الطالبة وكيب بعض المؤسسات اللي رمحوا وسعني الطالبة إذا كان هذه المؤسسات يصرفو هنا ويزيدوا في المخابر البحث والتطوير هنا يولي منتوج وطني شكرا سيدي مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من برنامج قضايا اقتصادية نشكر ضيوفنا الكلام سيد عبد المالك بن حمدي رايس مودي العام لمجمع بكوندور شكرا الموصول لدكتور محمد حميدوش خاصة دكتور حميد شكرا لك أستاذة ليندا سعد العود كما نشكر كل من تفاعل معنا عبر فيسبوك كما شكرا لكم على حسن الانتباه والمتابعة يمكنكم دائما تواصلوا معنا عبر صفحة البرنامج على شبك التواصل الاجتماعي الفيسبوك على العنوان الموجود على أسفل الشاشة الأسبوع المقبل موعد جديد وقضية جديدة من قضايا الاقتصاد لكم تحياتي وتحيات مخرج الحزاو كل فريق العام المعنى اليوم إلى اللقاء اشتركوا في القناة